اشتركوا في القناة مثلا قيمة السنش هي بتساوي اي قوى اكس ناقص اي قوى نيجاتف اكس على تينان هلا هون رح نحكي عن قيمة سنش الانفرس للأكس والقيم الثاني لائلها هلا هون قيمة للسنش الانفرس للأكس هي بتساوي لن الأكس زائد جدر الأكس تربية زائد واحد حيث انه قيمة الأكس هي بتنتمي لأر كاملة الرانج تبعها او الدومين تبع الأكس هو أر كاملة هلا القيمة لكش الانفرس للأكس هي بتساوي لن الأكس زائد جدر الأكس تربية ناقص واحد وقيمة الأكس لازم تنتمي انها تكون اكبر او تساوي واحد هلا تنش الانفرس للأكس هي بتساوي نص في لن الواحد زائد اكس على واحد ناقص اكس حيث انه قيمة الأكس هي محصورة بين سالب واحد والواحد ولا تساويهم هلا قيمة تنش الانفرس للأكس هي بتساوي نص في لن الأكس زائد واحد على اكس ناقص واحد هلا سيكنش الانفرس للأكس هي بتساوي لن الواحد زائد جدر الواحد ناقص اكس تربية على اكس تربية على اكس لحاله هلا كوسيكنش الانفرس للأكس هي بتساوي لن الواحد على اكس زائد جدر الواحد زائد اكس تربية على القيمة المطلقة للأكس هلا هدول هون كلها هما عبارة عن القيم الأساسية للهايبر بوليك فونكشن هلا بهذا السؤال هو سؤال كتير بسيط بيحكي لنا هل نحن بس بمجرد مانو رحنا نجيب هاي القيمة اللي هي القيمة الأصلية او الفعلية لسنش ال انفرس للأكس ومحل كل قيمة للأكس عبطنا التنين اللي عينياها هون فهذا السؤال هو بس عبارة عن انه essential inverse للتنين هو بيساوي لن التنين زائد جذر التنين تربية يعني أربعة زائد واحد وانتهينا اللي هي عبارة عن لن التنين زائد جذر الخمسة هاي هي قيمة essential inverse للتنين اللي هي بس بمشررة تعويض مباشر بدل قيمة الزاوية طبعا هون في نوت كتير مهمة لازم نتذكرها انه دومين الاقتران العادي هو بيساوي range للفونكشن ودومين الانفرس للفونكشن هو بيساوي range الفونكشن العادي يعني زي ما كنا نحكي قبل انه مثلا نوضحها اكتر اللي هي مثلا sign او دومين sign ال x هو بيساوي range الانفرس range لسين الانفرس لل x ولما كنا نحكي عن range sign ال x هي نفسها كانت بتساوي دومين sign الانفرس لل x نهاية النوت هي بتذكرنا بهذا الموضوع ويعطيكم الف آفيا بال لائد آفيا آفيا شكرا